أبو عبد الملك من الأردن يقول تقدم الشخص لخطبة ابنتي وهذا الشخص لا يشهد صلاة الجمعة ولا صلاة الجماعة في بيوت الله هل يجوز السؤال عنه إذا كان يصلي أو لا وهل يجوز الموافقة عليه إذا كان لا يصلي أبو عبد الملك من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك ويسر الله يعني لابنتك الزوج الصالح نعم يجب عليك وجوبا أن تسأل عن صلاته الآن تقول ما يشهد الجمعة والجماعة يمكن في الدوام يمكن يروح مسجد آخر فلابد من سؤالك لابد فإذا كان من أهل الجمعة والجماعة فحيها لا هذا وأمثاله أن يزوجون أما إذا كان ما يصلي كيف تزوج بنتك الرجل ما يصلي وكيف يا أبو عبد الملك تسأل مثل هذا السؤال يعني هل فيه يوجد أب يتقدم شخص لابنته وما يصلي يقول أزوجه ولا لا هذا ما يحتاج إلى سؤال عبدا ما يحتاج إلى سؤال كيف أزوج بنت ربيتها وعلمتها وأصبحت الحمد لله على خير واستقامة لزوج ما يصلي هذا يدمر دينها ويدمر صلاتها مع الوقت كثير من البنات أصبحوا الآن ضحية ضحية استعجال الأب في تزويج هذه البنت صالحة ومستقيمة ودينة وخيرة ضعف إيمانها بسبب الزوج فهذا السؤال ما يسأل يا أخي الفاضل لكن من حقك أنك تسأل عنه يصلي الجمعة والجماعة أو لا أنت الآن ظهر لك أنه ما يصلي نحن الآن نعتذر له أنه يقول يمكن يروح مسجد آخر يمكن عنده ارتباط في الدوام يمكن يمكن أنت حقق من هذا الأمر بنتك عندك ولدهم عندهم فإذا جاء تأكد الحمد لله إما أن ترفض وإما أن تقبل وصل الله تعالى يختار لبنتك الزوج الصالح